في حلقة جديدة من مسلسل التوتر بين روسيا والغرب رئيس الروسي فلاديمير بوتين ينتقد مجددا حلف شمال الأطلسي بسبب ما وصفه بتصعيد خطابه وتحركته العدوانية بالقرب من الحدود الروسية موسكو حذرت من نفلة الواضع لأن ما يقوم به النيتو يجبر روسيا على زيادة قدراتها العسكرية مرة أخرى وكما حدث عشية الحرب العالمية الثانية لنرى استجابة إيجابية حلف شمال الأطلسي يعزز من لهجته العدوانية قرب حدودنا وهذا ما يجبرنا على الاهتمام بشكل خاص برفع قدرات بلادنا العسكرية يقول الرئيس الروسي وبالرغم من قيام حلف الأطلسي بتكتيف تواجده في منطقة البلقا لأنه يعتبر هذا الإجراء رسالة واضحة تؤكد استعداده التام للدفاع عن جميع الحلفاء إلا أنه يترك الباب مفتوحا لروسيا أدرجنا الحوار مع روسيا في جدول أعمالنا حول طرق التعامل والمهم أننا بحاجة إلى تشاور روسي أطلسي وأن تكون هناك فرصة لحوار سياسي مفتوح مع روسيا وخصوصا عندما تزداد التوترات فمن الضروري أن نتحاور وأن نجتمع لبدل أقصى الجهود لتفاديس التفاهم يقول جانس تولتبرغ تطلعات روسيا التوسعية تخيف عدد من دول حلف شمال الأطلسي ومن بينها إستونيا ولاتيفيا ولتوانيا وبولندا وهو ما دفع بالحلف إلى تعزيز تواجده في أوروبا الشرقية اشتركوا في القناة